يقول هل يجوز إعطاء الأشخاص غير المسلمين المصحف بلغتهم مثلا أبريان بارك الله فيك رضي الله عنك وتشكر على هذا الحس الدعوي والرغبة في نشر الخير وكثر الله أمثالك ولا شك بأن الذي يحرص على مثل هذا قد تاجر مع الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله سلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فطيب أن الإنسان يكون لديه هذا الشعور ويحمل هذا الهم في نشر دين الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني يجوز لك أن تعطي الشخص غير المسلم ترجمة معاني القرآن ترجمة معاني القرآن وتعطيه على سبيل الإعارة وليس على سبيل التمليك بما لا تقول له هذا المصحف خذه عندك متى ما إن انتهيت منه فأنا أحتاج إليه فإذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام وقل له طبعا الوقت معك لا تقيده بزمن قل له الوقت معك فإذا هداه الله للإسلام قل هذا هدية مني لك وإذا ما رغب في ذلك فتأخذه لتعطيه غيره بارك الله فيك يا أبا ريان